أبطال إفريقيا عشان وقتنا بسرعة يلا بي الآن عنده ماتشاط مع أستاذ أبيتجان أورلاندو بايرتس وشباب بولوزداد كل الموعد تحدد لغاية الجولة الخمسة هتلعب 26 نوفمبر مع أستاذ أبيتجان هتلعب 7 ديسمبر في جوانيسبرج هتلعب 22-12 غالبا بعد العودة من قطر في القاهرة مع بولوزداد هتسافر الجزائر تلعب 3 يناير وتسافر أبيتجان تلعب 11 يناير ماتشاط والمجموعة صعبة سهلة شايفة إزاي بس ما فيش حاجة نقدر نقول عليها سهلة بس نقدر نقول أن مجموعة متوازنة بالنسبة لنادي الأهلي يعني ما فيهاش يعني زي ما بنا شايفين كده تضم لها المجموعات على الشاشة فكرة تلاقي الملاعب الصعبة مش موجودة حتى الأجواء المباركة أجواء جماهيرية مقبولة نادي الأهلي لعب في الجزائر قبل كده كتير ولسه الموسم الماضي لعب في الجزائر حتى جنوب أفريقيا ونتكلم في الملاعب دايما تبقى هادية وكويسة وللأمانة كودفور الفترة الأخيرة بعد كاس الأمم الملاعب فيها بشكل أفضل وتطورت كتير دا يلعبونا الساعة 6 طب دا يا فرج الله هو الخوف بس ترق تلعب جنوب أفريقيا الساعة الثلاثة وها يلعب الثلاثة بس يعني أورلاندو برضو الطبيعة أفضل بالضبط المكان في فلا المجموعة متوازنة أعتقد أن النادي الأهلي برضو فرصة للجيل الحالي يكتب حاجة هو ما تحققتش قبل كده طبعا أنا عارف الهاجس الجمهور نادي الأهلي عنده فكرة البطولة الثالثة على التوالي وإن دايما مرتبطة لا بتحققاش كده هي دايما مرتبطة بكارسة يعني النجم الساحلي كارسة الوداد مشكلة مشكلة تنظيمية لكن النجم الساحلي دا كان كارسة تحكمية كل ما تحمله الله يمسيب الخير فضيح فهي اللقطة أن أنت كل ما بتيجي بفرصة أن أنت طبعا 2012 أو 2013 2016 كانت مشكلتك أنت أن النادي الأهلي ما قادرش أصلا يكمل في البطولة وروح لعب في الكونفدرالية فدي معقربة فأفشة كده يشد حيله معنا بزيارتين للبلد ينزل البلد بالزبط كده آه زيارتين جمال من اللي هم بيعملهم دول بتبقى فتحة خير دايما يا رب واللعيبة الأمرك كده دي فرصة للجيل الحالي حاجة ما تكررتش وحتى النادي الأهلي ممكن أجيال تانية تحاول توصل لها بس هتبقى مكتوبة باسمك أنت أول جيل كسبت دوري أبطال أفريقيا تلات مرات متتالية لفت انتباهي وأنا بختم معك دوري أبطال أفريقيا المدير الفني لست أبيتجان أليكزاندر لفيت عنده 27 سنة ده صغير أوي ده بمعيارنا احنا من الشباب ده تحت السن ها يعني 27 سنة لا ما نخلي بالك دلوقتي تجارب كتير هتلاقي المدربين كلهم احنا بالنسبة لها خاصة في غرب و جنوب القرى بس هم في أبيتجان انت عارف برضو الكرة الكرة ما قلتش زي زمان مش قائل هو إيه فاكر أسك ده تروح تلعبه في أبيتجاندر حموار لكن دلوقتي الأمور هادية شوية في أفريقيا فعشان كان دي فرصة ان لعبة النادي الأهلي تستمتع دايما بأجواء دوري أبطال أفريقيا وجوائزها فان شاء الله يبقى عنده 27 سنة يبقى خبراته ما تأهلوش نوع يعقرب معنا يعقرب بقى مع ناس تانيان يا رب بإذن الله آخر حاجة سريعة للمروح للمشاركات تتوقع أن مجموعة دي الأهلي يخرج بينها بشكل إيجابي مبكرا يحسنها بدري بدري أتمنى يعني أتمنى بس في الحاجات يتبع بيخاف يتوقع بس الأمنية طبعا أن أنت على قد ما تقدر تيجي على الجولة الرابعة تكون مريح لأن بردو زي ما أنت حطت التواريخ كده أكيد هتحط لك مدشاط دوري أكيد هتحط لك مشاكل فترايح نفسك